تقر الموت الرحيم ليشمل الأطفال بأغلبية برلمانية بستة وثمانين صوتا مقابل أربعة وأربعين مرر القانون وضده خارج متظاهرون ببركسال نادي اليوبي نقاش ساخن ذلك الذي عرفه البرلمان البلجيكي حول قانون يسمح بالقتل الرحيم قانون لم يحدد سن أذنى للأطفال المرضى المؤوس من شفائهم بموافقة الأبوين والطبيب المعالجي وطبيب النفسي وشد انتباه حتى اليفعين من البلجيكيين لا يجب أن نفرض الموت الرحيم على أحد وعلى أي طفل أو عائلة إعطاء الحق للطفل في الحياة هو اختيار لكن الموت الرحيم سيضع حدا لمعاناته وضع حد لمعاناة طفل أمر لم تتقبله المعارضة التي صوتت بلا الاعتبار أنه لا يستطيع اتحاد قرار بنفسه دعوا أنفسكم مكان هؤلاء الأطفال وعائلتهم إنه قرار صعب لا يعطي للطفل الحق في بقائه في الحياة أم لا لذلك نحن كمعارضة نصوت ضد هذا القانون حتى الشارع البلجيكي لم يسلم للانقسام فالبعض يرى في القانون راحة للمريض والآخر يراه منافيا للقانون الإنساني هذا أمر مريع يجب أن يمنع هذا القانون إذا كان للأبائي قوة على اتخاذ قرار مماثل فهذا جيد حتى يضع حدا لمعاناة الطفل المريض بتوقيع الملك على القانون تصبح بلجيكا أول دولة في العالم لا تضع حدا للسن الذي يسمح بتنفيذ القتل الرحيم للأطفال الميؤوس من شفائهم